للمرة الثانية عشر يجتمع مجلس النواب اللبناني في الرابع عشر من الجاري لانتخاب رئيس للبلاد وتأتي هذه الجلسة بعد تطورات كثيرة أبرزها اتفاق المعارضة على ترشيح المدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق جهاد أزعور وبعد إعلان مرشحهم السابق ميشال معواض انسحابه لصالح أزعور ويأمل نواب المعارضة أن يؤدي هذا التوافق في تأمين 65 صوتا المطلوبة لانتخابه من أصل 128 مقعدا في المجلس الثناء الشعي أمل وحزب الله باقيان على موقفهما الداعم لمرشح تيار المرضى سليمان فرنجي مع التميرين أن أزعور مرشح مواجهة وتتجه الأنظار حاليا إلى مواقف النواب الذين لم يحسموا خيارهم حتى الساعة ومنهم كتلة الحزب الاشتراكي حزب الطاشناك الأرمني كتلة الاعتدال الوطني وعدد من النواب المستقلين والتغييريين للإطلاع أكثر على ما يجري في بيروت وما ينتظر اللبنانيين من ردات فعل من الآن وغاية يوم 14 موعد جلسة الانتخاب الذي تكلم كثيرون بأن تخوفا كبيرا من أعمال أمنية كبيرة وضخمة ربما قد تحصل في هذه الفترة لا أحد يعلم من شاء الله لا سيكون معنا من بيروت ردوان عقيل الكاتب السياسي والمحلل السياسي استاذ ردوان أهلا بك مساء الخير زميلي توني ومساء الخير للمشاهدين والجميع مساء النور أهلا بك ردوان اليوم مثل ما صار معروف المعارضة التفائط على اسم جهاد أزعور السنائي الشيعي على رأس الرئيس بري متمسك حتى النهاية بسليمان فرنجي هناك نواب يتأرجحون فوق الطاولة ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث تحت الطاولة مع هؤلاء زيارة مفاجئة اليوم لميشيل عون إلى سوريا ولقائه بشار الأسد يعني كل هذه التطورات السريعة بعض الأخبار تتوالى عن تخوف من عمل أمني كبير من انفجار أمني قد يحسم هو الأمور باتجاه مرشح سياسي أو رئاسي معين اليوم أنت في دائرة مقربة دائما نذكر في هذا الموضوع من الرئيس نبي بري أي ما تحكيت مع الرئيس بري آخر مرة أولا أنا كصحافي أتعاطى زميلي توني ردا على هذا السؤال مع كل القوى السياسية في هذا اليوم أستطيع لك القول أنا نتحدث مع مختلف الأفريقاء والقوى الرئيسية التي تلعب في عملية انتخاب رئيس الجمهورية ولكن اليوم مثل ما بيقولوا الكلمة السر عند رئيس بري يعني الرئيس بري إلى حد ما بالتأكيد الرئيس نبي بري لاعب رئيسي في عملية انتخاب رئيس الجمهورية لكن علينا أن نعترف أن عملية التوازن السلبي الموجودة داخل مجلس النواب لا تمكن أي فريق سواء المؤيد لسلامان فرنجي أو المؤيد لجهاد أزعور أن يحسن من الآن أن مرشحه هو الذي سيتم دخل به هذه صارت معروفة نعم هذه صارت معروفة رضوان ولكن السؤال ليأخذ الرئيس بري قرارا بفتح المجلس وعقد جلسة في يوم 14 يعني الرئيس بري لديه ضمانات أن جهاد أزعور لن يمر ما هي هذه الضمانات التي بنى عليها الرئيس بري قراره بفتح مجلس النواب وانعقاد جلسة انتخاب للرئيس نعم طوال الأسبوع الأخيرة والرئيس نبي بري يردد في مجالسه وفي لقاءته الدبلوماسية والسياسية ومع الكتل النيابية ومع مختلف وسائل الإعلام في لبنان والخارج أنه عندما عند توفر اللحظة الجدية وتوفر مرشحين جديين سيقدم على فتح مجلس النواب وعقد هذه الجلسة هذا الموضوع فتح الجلسة يعود إلى رئيس المجلس دستوريا وأكثر الخبراء يقولون هذا الكلام أنا اليوم زكرت نقلت هذا الكلام عن الوزير السابق إبراهيم نجار حسنا فعل الرئيس بري في هذا الخصوص وأصبحت المهمة اليوم مهمة الكتل النيابية ماذا سيحصل يوم الأربعاء المقبل كيف تتحدر القوى أستطيع أن أقول لك أن خلايا نحل نيابية تعمل مع مختلف الأفريقاء الفريق الذي يؤيد جهاد أزعور معروف والفريق الذي يؤيد فرنجي أصبح معروفا إنما الاتصالات تقوم مع الكتل ومع النواب الذين يتأرجحون بين هذا وزاك أو بين الذين يتجهون إلى الورقة البيضاء أولا من واجب رئيس المجلس أن يعقد ويدعو إلى مثل هذه الجلسة وهذا هو ما حصل واليوم المسئولية أصبحت مسئولية النواب المئة وثمانة وعشرين وليس مسئولية رئيس المجلس فحسب نعم وليد جملاط مثلا هل أعطى ضمانات للرئيس بري أنه لن ينتخب جهاد أزعور صحيح هذا الكلام بحسب معلوماتي الرئيس نبيه بري عقد أكثر من لقاء مع رئيس الحزب السابق للقدم الاشتراك لوليد جملاط لكن ولي جملاط يقول كلمته بالحرف الواحد أنا حتى الآن لم أخذ خياري النهائي هذا الأمر متروك لكتلة اللقاء الديمقراطي التي ستجتمع يوم الخميس المقبل وتحدد خيارها لكن أصطي لك القول من خلال من خلال اتصاله مع نواب البختارة إذا صح التعبير هم يقولون بالصريح العبارة نحن لن ننتخب إسلامين فرنجي وهم في مرحلة التفكير إذا كانوا سيخدمون على انتخاب جهاد أزعور لأن المفارقة رضوان لأن المفارقة أن أول من سرب اسم جهاد أزعور كان وليد جملاط يعني أول من ذكر سلاسة أسماء بينهم اسم جهاد أزعور كان وليد جملاط اليوم البعض يقول عفوا نعم اليوم البعض يقول وليد جملاط ما بيزعى لرئيس برري هذا الموضوع محسوم فبعد ما أخذ رئيس برري ضمانات من وليد جملاط أنه ما رح ينتخب أزعور أقدم على أستطيع لك القول زميل الكريم أن أعضاء الكتلة النواب حتى الآن لم يحددوا ولم يعرفوا الكلمة النهائية التي سيسمعونها من وليد جملاط ومن ابنه تيمور جملاط هذا الأمر مفروك إلى هذه الكتلة التي ستشكل بأصواتها الثمانية نسبة كبيرة وإشارة إلى أين ستتجه هذه الأصوات بالتأكيد أنهم لم يقترعوا لفرنجيه لكنهم في حال أقدموا على الاختراع بورقة بيضاء يقدمون هدية لرئيس المجلس ويقدمون هدية غير مباشرة لإسلامين فرنجيه بلية الحد من حصول أزعور على نسبة كبيرة من الأصوات لأنه في حال حصول أزعور على عتبة الـ 65 صوتا أصبح رئيسا دفتريا وليس دستوريا بمعنى هذا الفريق سيحاول في الجلسات المقبلة التمسك بالرجل لكن إذا كانت النسبة متقاربة بين سلمين الفرنجيين وبين جهاد أزعور تبقى الأمور مفتوحة لكن في الخلاصة هذه الجلسة لن تنتج رئيسا للجمهورية لكنها ستكون حساسة وستكون مميزة أكثر من الجلسات التي انعقدت على مدار 11 جلسات في حسك المهني وحسك الصحفي ومعرفتك ببعض السياسيين اللبنانيين جبران بيسيل أعلن في العلن تأييده لجهاد أزعور فوق الطاولة ولكن بعد زيارة ميشيل عون إلى سوريا الليلة ولقائه مع بشار الأسد الرئيس السوري هل ممكن تحت الطاولة يكون موقف جبران بيسيل ورق بيضاء أو سليمان فرنجي بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة لا أستبعد إقدام التار الوطني الحر وجبران بيسيل على الاختراع لسليمان فرنجي هذا أمر محسوم عند هذا الفريق أنه لن يقترع لهذا الرجل لكنه سيتمسك بجهاد أزعور بالنسبة إلى هذه الزيارة كانت مقررة لكنها جاءت في توقيت الحساس بعد هذا الخلاف والشرخ الكبير بين حزب الله والطيار الوطني الحر ما أراده الرئيس عون للقول للرئيس الأسد وتوجيه رسالة غير مباشرة لحزب الله أنه ما زال في هذا الحلف وما زال مع هذه المجموعة السياسية محليا وإقليميا إذا صح التعبير لكن الرجل أخذ خياراته هو سيبدل كل المستحيل بغية إبعاد إسليمان فرنجي صراحة السؤال هو هل كل النواب عنده جبران بيسيل يقتنعون بأزعور أقول لك أن العدد الأكبر منهم لن يقترع لجبران لأزعور وربما سيتم احجون إلى الورقة البيضاء أو تقديم أسماء أخرى يقولون بصريح العبارة هذا الرجل محترامي له أولا من حقه هو شخصية مميزة ومالية وأكاديمية معروفة أن هذا وزير المال هو خليفة الرئيس السابق فؤاد السانيورا هو الذي يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه من تدهور مالي بالأيام الأخيرة كانت الأصوات الإعلامية العونية تهاجم الرجل وتهاجم فؤاد السانيورا لكن المصيبة بين هلالين إذا صح التعبير جمعت القوات اللبنانية وجمعت جبران بيسيل صراحة جبران بيسيل استفاد من هذا الأمر من خلال تلقيه مع القوات اللبنانية استفاد أيضا من النواب التغييريين الذين كانوا يتهمونه بأنه هو الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد وكانت الشخصية الأكثر تضررا من ثورة 17-20 سمير جعجا هو مستفيد أيضا في حال تم إزاحة سليمان فرنجي من الطريق لذلك التقى جبران بيسيل والتقى سمير جعجا على هذا الأمر لك بغية التفتيش عن مرشح سالس إذا نجح بإيصال أزعون يكون قد حقق هذا النصر على فرنجي وعلى حزب الله وعلى الرئيس نبي بن عبر